ترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر وكل سنة وحضرتك طيب يا مولانا كل عام والإنسانية بمسلميها وغير مسلميها في خير وسلام مولانا العيد الصغير أو عيد الفطر أعتقد أن له فقها وأعتقد أنه كمان فيه حاجة كده نقدر نسميها فقه عيد الأضحى بالموروث المصري أو بالفقه المصري أو بالأفكار المصري بالوسطية المصرية بطعم الأزهر المصري أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في كتابه الكريم وَلْتُكْمِلُوا لِعِدَّةَ وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه ومن ولا واتبع هدى بدأ زيبد بعد التهاني وعظيم الأمان لشعبنا المصري ولأمتنا العربية والإسلامية بأن يتقبل الله مننا الصيام والقيام وصالح الأعمال بالنسبة لفقه المصريين فقه المصريين كما تفضلت الإمام الشافع رضي الله عنه حينما أتى إلى مصر من العراق فصلى أول صلاة عيد في مسجد عمر بن العاص في الفستات بمصر القديم فاستمع إلى تكبرات المصريين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعجب الإمام الشافعي أيما إعجاب وقال ما أعظم هذا الثناء على الله عز وجل وأثبت ذلك في كتابه الماتع الأم هذا كان وقت كان فيه عقلية فقهية لكن أتى على الناس زمان يعني حضرتك إحنا في العشر الأخير الذي كان من المفترض أن يغتنم في القربات والطاعات هناك قوم استمرأوا الجدال والخلاف أو أدمانوا الخلاف والجدال دوشوا الناس صدقت الفطر هل تكون حبوب ولا نقود مع أن الأمر خلافي والأمر بسيط ولو فعلت قانون المصلحة ونظرت إلى العقلية المصلحية في سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا عبد عمر بن عبد العزيز وسيدنا أبي حنيفة وما عليه ابن تيمية والإمام البخاري والأظهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف ومعظم الأمة ما عدا الخوارج اللي هم مفكرين أن السنة هنا الإطعام كأنه واجب إلزامي كصلاة الصبح مع أن هنا الحديث للإرشاد يعني رساله السلام لما أرشد الأمة أن تخرج من البيئة اللي عايشة فيها حتى الأطعمة تغيرت يعني رساله السلام قال في الحديث ساعا من برن وتأوى شعير بالله عليك الشعير الآن أكل البهائم عزكم الله مين بيأكل في مصر شعير الزبيب زمان كان غموس يعني تأتي به على الخبز وتغمس بالزبيب النهاردة الزبيب تغير أصبح في وسط الكنافة ووسط المهوية والمشمشية إلى آخره كان زمان الأقط اللي هو اللبن المجفف كان بيتقوت به الآن لو أتيت لنفسك أو لغيرك عفواً مين هيكون لبن مجفف النهاردة قد تبالك حتى الأطعمة تغيرت لكن عندنا عقول متحجرة لم تتغير فهنا فقه المصريين يا مصريين وأنا يعني الحقيقة يريت أن يعيننا الله في الأزهر الشريف على كتابة اجتهادات فقه المصريين في إعمال الفقه لأن ربنا في القرآن القريم قال لعلهم يفقهون أفلا يتدبرون